اشتركوا في القناة بسواحل الشرقية للبلاد وأعلى ببقية المناطق الأرقام كانت تقريبا من بين 36 إلى 40 مهبوب رياح الشهيري واليوم بتونس العاصمة سجلنا 38 درجة فيما يخص حالة سماء الشمس كانت تحاضرة في أغلب فترات النهار واستقرار واضح وجلي من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي كما لاحظو تقصي اليوم كانت سافي إلى قليل سحب بأغلب مناتق قلبي للتليل توصل السماء عامة قليلة سحب وتقريبا درجة حرارة تتروح من بين 22 إلى 27 درجة وتصل محليا إلى 29 ومازالت رياح في أغلب من القطع الجنوب بأغلب الجهات يوم الغد إن شاء الله يتواصل تقص سافي إلى قليل سحب بأغلب مناطق قلبي للات ودرجة الحرارة المرتفعة هي التي تبقى العنصر الجوي المميز للفترة هذه تقريبا حرارة قصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى مستويات 39 بزغوان بتونس العاصمة وحتى بأقصى الشمال ببنزارت بجية وطن القبلي بنابل تقريبا في حدود 36 40 بباجة بسليانة وحتى بالكيف بجندوبة 41 درجة مع هبوب رياح الشيلي في حدود 40 أيضا بالقيروان مع ظهور الشيلي محليا 36 بسوسة بالمناستير 34 بالمهدية 37 بسيدي بوزيد وأقل بالقصرين تقريبا حرارة قصوى تكون في حدود 35 درجة وبمناطق الجنوب بسفاقس 34 35 بقابس 39 بمدنين وبتطوين 38 درجة برمادة 39 بأقصى الجنوب 40 بيكبلي بتوزر بقافس الحرارة قصوى في حدود 38 وتقصي يكون مشمس بأغلب المناطق بالنسبة للملاحة وسيل البحر بسوحلنا الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريحت تكون ملقطع الجنوبي ثم تتجه إلى شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقد البحر يكون مضترب بمنطقة سيرات وقليل الثراب بخليج تونس بالنسبة لخليج حمامات وجية الساحل وصولا لمنطقة تشابة ريحت تكون جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 10 عقد وتتقوى فعليتها تدريجيا تقريبا تتروح من 10 إلى 20 عقد والبحر يكون هادئ وقليل الثراب بخليج جابس سريح تكون شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقد والبحر يكون قليل الثراب كالعادة المدى لكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية وقشت سماء صافيا 38 حرارة معتدلة بالمغرب الأقصى في حدود 23 بريبات و24 بالدر البيضاء سماء صافيا بالجزائر والحرارة تكون في حدود 30 بالنسبة لترابلوس 38 بالقاهرة 39 بمكة المكرمة و40 بالمدينة المنورة بالنسبة لبقية المدن العربية بالدوحة وبالكويت 41 43 بأبوظبي 38 بدمشق 29 ببيروت 36 بعمان 33 بالقدس الشريف وحرارة مرتفعة ببغداد مع رطوب عالية وتقريبا القصوى تكون في حدود 49 درجة ببقية المدن الأجنبية بإسطنبول 31 و32 بأثينا سحب كثيفة بموسكو 16 درجة 32 بفيينة 35 برومة 23 بامستردام 24 ببرلين و19 درجة بكوبنهاجن ببقية المدن الأوروبية بلندن 26 و21 بستوكون تقسم غير 28 بباريس وبجوناف مع نزول أمتار 26 ببركسل وبلاشبونة 27 بمرسيليا سماء صافيا بمدريد والحرارة القصوى في حدود 31 درجة انطلاق الأسبوع ما زالت متوصلة تقريبا درجة الحرارة تبقى من 33 إلى 37 درجة بالسواحل الشرقية وببقية الجهات أعلى نسبيا أرقام تكون من بين 38 إلى 42 مع هبوب رياح شيري يتوصل تقصى فيه إلى قليل سحب وتقريبا الرياح تبقى في أغلبها من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدل سرعتها من 15 إلى 30 كم في الساعة ويتواصل بحر تهدأ وقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية يوم الثلاثة تتواصل درجة الحرارة نسبيا مرتفعة بأغلب مناطق قلبيلات وتكون حتى أعلى من المعادلات العادية لاتميز الفترة هذه الرياح تبقى من القطاع الجنوبي بالشمال وبالوسط الشرقية بمناطق الجنوب ضعيفة إلى معتدل تقصي يكون سافي إلى قليل سحب والبحر يتوصل هذا وقليل الاضطراب كالعادة قبل من وضعوكم نذكركم بمعايدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة وثمان دقائق قربه في الساعة السابعة وواحد واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات عنوان وحيدة المهد الوطني لرسل الجوي تروا دوبلو ذي بوميتيو بونتين تبعث ورساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع سفار شكرا على حسن متابعة والاهتمام ونهاية أسبوع مريحة للجميع اشتركوا في القناة